على الرغم من تصديق العراق وموافقته على اتفاق حماية جميع الأشخاص من جريمة الإخفاء القصري إلا أنه سجل أعلى نسبة للمغيبين قصرا في العالم بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أشارت إلى أن أسر الضحايا تعيش في جحيم التجاهل والنسيان إذا عدم معرفة مصير أبنائهم ما يثبت أن القوانين والاتفاقيات في العراق مجرد حبر على ورق لا يعقد مؤتمر دولي لبحث انتهاكات حقوق الإنسان إلا وكان العراق على قائمة الدول التي يتعرض فيها المواطن لأنواع الانتهاكات كافة وحين يستذكر العالم اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القصري فإنه لا بد من استذكار ما شهده العراق من إخفاء نحو نصف مليون شخص عقب الغزو الأمريكي عام 2003 ولسيما بعد تصاعد وجود الميليشيات التي تتحمل جزا كبيرا من قضايا الإخفاء بحسب مركز جينيف الدولي للعدالة الذي أكد أن المنظمات المحلية والدولية رصدت استخفافا حكوميا بأرواح كل هؤلاء المغيبين وبمعاناة أسرهم الذين تعرضون إلى شتى أنواع التخويف والإساءة والضغوط الاجتماعية السلطات الحكومية في العراق غير جادة في محاسبة المتورطين بجرائم التغييب والإخفاء القصري وفقا لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الذي أشار من قبل إلى وجود تواطئ واضح بين الحكومات المتعاقبة والميليشيات التي ترتكب هذه الجرائم في حين أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن ملف الإخفاء القصري في العراق مرتبط بالقضايا السياسية بالدرجة الأساس وأن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 لم تتعاطى بشكل جدي وحقيقي مع ملف الإخفاء القصري واكتفت بمجرد تشكيل لجان لم تعمل بطريقة حقيقية وبالتالي لم تثمر عن أي نتائج إيجابية تشير أصابع الاتهام إلى الميليشيات المسلحة المقربة من إيران بالتورط في عمليات الإخفاء القصري في العراق ولسيما ميليشيا الحجد بينما تجري تلك العمليات برعاية الحكومات المدعومة من طهران وسط صمت دولي وقضاء متواطئ وانتظار مؤلم ومستمر لذوي المغيبين قصرا لمعرفة مصير أبنائهم